أهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تعليم برنامج أكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة سنشرح بعض الدوال النصية مع تطبيق عملي شامل على هذه الدوال سنبدأ أولاً بالدالة ترم الدالة ترم تعني قطع أي إزالة الفراغات من النصوص نأخذ مثال مثلاً في هذه الخلية سنكتب مثلاً كلمتين طبعاً نشاهد أنه في هذه الخلية توجد الكثير من الفراغات وطبعاً هذا الشي خاطئ جداً حتى نتخلص من الفراغات الزائدة نستخدم الدالة ترم مثلاً في هذه الخلية أريد تصبح النتيجة بدون فراغات نحدد الخلية المراد إضافة النتيجة فيها ومن ثم نذهب إلى قائمة صيغ ومن ثم نص ومن ثم ننزل إلى الأسفل ونختار الدالة ترم تطلب من عندنا الدالة ترم تحديد النص المراد إزالة الفراغات منه نحدد هذه الخلية ومن ثم موافق مثل ما تلاحظون ستصبح النتيجة بدون فراغات زاعدة نأخذ تطبيق عملي على هذه الدالة وسنشاهد أهمية هذه الدالة سيكون مثال مثلاً في هذه المنطقة راح يكون مثلاً الاسم الجنس في هذا المكان سيكون مثلاً علي محمد باسم فاطمة نور حسناء علي سيكون ذكر محمد ذكر باسم ذكر فاطمة أنثى نور أنثى حسناء أنثى في هذه الخلية سوف أحسب عدد الذكور وفي هذه الخلية سوف أحسب عدد الأناث طبعاً يتم حساب الأعداد من خلال الدالة count if وكما سبق شرحها في المحاضرة السابقة أول خطوة نحدد الخلية المراد إضافة النتيجة فيها ومن ثم نذهب إلى صيغ ودالات إضافية إحصائي ومن ثم نختار الدالة count if الدالة count if تقوم بحساب النصوص بشرط معين بعد أن نختار الدالة count if من الخانة range سنحدد الجنس بشكل عام ومن الخانة characteria سنكتب الشرط مثلاً نحن نريد نحسب الذكور سنكتب ذكر ومن ثم موافق راح تطلع عنا ثلاثة الذكور لو أجينا حسبنا واحد نين ثلاثة ستكون نتيجة ثلاثة تمام لو أجينا إلى الأناث بالدالة count if طبعاً ممكن أن نستخدامها من العناصر مستخدمة مؤخراً دالة count if وطبعاً نحدد الجنس بشكل عام ومن الشرط ستكون أنثة وبعدها موافق نلاحظ أنه عندنا واحد طبعاً في الجدول لو أجينا حسبنا على أنثة واحد اثنين ثلاثة ولكن البرنامج أعطانا واحد الخلل هو أنه في بعض الكلمات تحتوي على فراغ إضافي مثلاً هذه الكلمة تحتوي على فراغ وهذا الفراغ سوف يهمل عنده الحساب باستخدام الدالة count if وطبعاً باستخدام الكثير من الدوال راح يسبب لنا مشاكل يعني لو أجينا حذفنا هذا الفراغ وانتر مثل ما تلاحظون راح يزيد العدد هنا أنا هذه الأنثة لم يتم حسابها بسبب أنه أكو فراغ عدي زين لو أنا عندي ملف كبير يحتوي على ألاف البيانات كيف أحذف الفراغ هل أنه أحدد خلية خلية وأجي أحسب هل أنه أجي أحدد الخلايا ومن ثم أحذف الفراغات العملية مزعجة وصعبة جداً يتم استخدام الدالة trim طبعاً نحدد هذه الخلية المقابلة للذكر ومن ثم نذهب إلى نص ونختار الدالة trim ومن ثم نحدد الجنس الأول ومن ثم موافق وطبعاً يتم عمل handle نلاحظ أنه يتم إضافة الخلايا وإزالة الفراغات يتم تطبيق الدالة بشكل جديد يتم تطبيق الدالة بشكل جديد طبعاً ممكن أنه هنا نكتب الجنس ونخفي هذا العمود من خلال أنه إخفاء سيصبح عندنا هذا العمود الجديد وفي هذا الخيار نذهب إلى صيغ العناصر مستخدمة مؤخراً ونختار dala count if يتم تحديد الجنس بشكل عام ومن ثم نكتب ذكر موافق والأناث أيضاً بنفس الطريقة dala count if ويتم تحديد الجنس ومن ثم من هذا الخيار نكتب أنثى ومن ثم موافق لاحظ أنه يتم حساب الذكور بشكل دقيق ثلاثة ويتم حساب الأناث بشكل دقيق أيضاً ثلاثة الدالة trim مهمة جداً ويجب استخدامها في إزالة الفراغات الزائدة الدالة الأخرى هي دالة concatenate الدالة concatenate تعني ربط أي ربط الكلمات أو ربط الخلايا ببعضها مثلاً لو عدنا في هذه الخلية الاسم الأول وفي هذه الخلية الاسم الثاني وفي الخلية الأخرى الاسم الثالث وحبينا هنا يكون الاسم الثلاثي مثلاً الاسم الأول علي محمد حسين مثلاً شخص آخر بهاء عبدالستار جبار لو حبينا نجمع هذه الأسماء المفككة بخلية وحدة لو حبينا نجمع هذه الأسماء المفككة بخلية وحدة ليصبح اسم ثلاثي كامل تتم هذه العملية من خلال الدالة concatenate نحدد هذه الخلية ومن ثم نذهب إلى صيغ ومن ثم نص ومن ثم نختار الدالة concatenate طبعاً هنا نطلوب من عندنا تحديد النص الأول هذا هو النص الأول ومن ثم تحديد النص الثاني هذا النص الثاني ومن ثم تحديد النص الثالث هذا هو النص الثالث ومن ثم طبعاً نضغط على موافق مثل ما نلاحظ علي محمد حسين طبعاً مثل ما نلاحظ أن هذه الأسماء تم دمجها بشكل متلاصق جداً دون استخدام الفراغات فحتى نضيف فراغات بين الأسماء يجب أن نضيف الفراغات في الدالة concatenate يعني نعيد العملية نروح على صياغ ومن ثم نص ومن ثم concatenate سيكون الاسم الأول ومن ثم فراغ طبعاً نضغط على space من الكيبورد ومن ثم الاسم الثاني ومن ثم فراغ ومن ثم الاسم الثالث ومن ثم موافق نعيد العملية نضغط على صياغ نص concatenate نحدد الاسم الأول ومن ثم فراغ space من الكيبورد ومن ثم الاسم الثاني ومن ثم فراغ طبعاً الفراغ يتم في صنف في مرضى حوار ومن ثم الاسم الثالث ومن ثم موافق مثل ما تلاحظون البرنامج يجمعنا البيانات في خلية واحدة طبعاً هذه مثال للدالة concatenate ناخذ مثال متقدم أكثر عن الدالة concatenate لو فرضاً عندنا فاتورة شراء وفي هذه الفاتورة حبينا نستخدم كلمة السيدة للمؤنث وكلمة السيد للمذكر بشكل dynamic وبشكل automatic نقدر نشتغل هذا العمل من خلال برنامج أكسل يعني مثلاً هنا نقول اسم الزبون وراح يكون هنا الجنس الصفة والاسم الكامل مثلاً علي محمد فاطمة فاطمة سميرة رقية الجنس ذكر ذكر أيضاً فاطمة أنثى سميرة سميرة أنثى ورقية أنثى أيضاً الصفة الصفة سوف نستخرجها من خلال الدالة ف إنه إذا كان الجنس ذكر ستكون أو سيكون السيد وإذا كان الجنس أنثى ستكون السيد نذهب إلى صيغ ومن ثم منطقي طبعاً سبق شرح الدالة في المستوى الأساسي لمن لم يفهم هذه الدالة بإمكانه مراجعة المحاضرة الثامنة والتاسعة من دورة أكسل المستوى الأساسي نختار الدالة ومن ثم عدنا ثلاثة محاور أو ثلاثة مطالب المطلب الأول سيكون الشرط إذا كان الجنس هذه الخلية تساوي إذا كان الجنس يساوي نفتح كوتائش المارك اللي هي شفت وطاء ونكتب ذكر ومن ثم نغلق كوتائش المارك اللي هي شفت وطاء إذا كان فعلاً ذكر في جواب الترو راح يكون السيد وإذا كانت لا غير الذكر ستكون السيدة ومن ثم موافق نسوي هاندل للخلايا مثلما لاحظ السيد السيدة مثلما تلاحظون طبعاً السيدة تعتبر حسب الجنس لو حبينا نجمع الاسم الكامل السيد علي والسيدة فاطمة طبعاً نذهب إلى الدالة كونكتونيت من خلال نص ومن ثم نختار كونكتونيت راح يكون في البداية السيد ومن ثم فراغ ومن ثم الاسم ومن ثم موافق السيد علي ونسوي هاندل للخلايا السيد علي السيد محمد السيدة فاطمة والسيدة سميرة والسيدة رقية طبعاً هذه أحد تطبيقات الدالة كونكتونيت الدالة كونكتونيت والدالة ترم من الدواء المهمة جداً في برنامج أكسل نلتقيكم فيها المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر